موسيقى مع ارتفاع الدولار لأرقام تاريخية تحذيرات من انهيار العملة الوطنية ومحافظ البنك المركزي غط في سبات مخوف خفاض اسعار النفط تحول دون اكمال قانون سلم الرواتب والالاعب مواقع التواصل تخدع المواطنين موسيقى استمرار الاعتصامات يعطل عمل المؤسسات الحكومية في بعض المحافظات ومحاضر تربي يقاطعون الدوام حتى تثنتهم قبيل افتتاح خليج خمسة وعشرين ملعب الميناء الدولي يحتضن مباراة السفنة والأبيض الكويتية استعدادا لبطولة البصرة موسيقى كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل أهلا بكم والبداية من الارتفاع المستمر بأسعار صرف الدولار حيث عللت اللجنة المالية النيابية صعود سعر الصرف بأنه نتيجة ضغوط أمريكية بعد وصول حكومة الإطار التنسيقي للسلطة عضو اللجنة جمال كوجر قال إن واشنطن قللت من السيولة المقدمة للعراق جراء بيعه النفطة وضغطت لاستبعاد بعض البنونج العراقية من المشاركة في مزاد العملة فضلا عن ذهاب البنج المركزي نحو المنصة الألكترونية لتعامل مع الفواتر المقدمة من المصارف المشاركة في المزاد دعت رئيس كتلة حركة إرادة النائب حنان الفتلاوي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لطمأنة الجماهير إذا ما يحصل من ارتفاع أسعار الدولار الفتلاوي في تغريدة لها أشارت إلى أن الأسواق تعيش حالة من الهلع والاضطراب نتيجة الارتفاع السريع لأسعار الصرف فيما انتقدت صمت محافظ البنج المركزي إذا ما يحصل من تداعيات خطيرة قد تنعكس على الأسواق كونه لم يحرك ساكن النائب أكد النائب باسم خشان أن محافظ البنج المركزي مصطفى غالب مخيف يمتلك خبرة بإدارة العمل المصرفية وأوضح خشان أن المحافظة وصل إلى المنصب بواسطة حزب سياسي وأصحاب مصارف متنفذين وهو باق في منصبه ويتمدد دون معرفة أسباب بقائه وتمدده لافتان لأن المحافظة رجل قانوني ليس لديه أدنى خبرة بإدارة المصرف والأموال والمحاسبة أو أي تخصص قريب من ذلك حذرت كتلة المنتج الوطني النيابية الحكومة والبنك المركزي من انهيار الدينار العراقي وارتفاع سعر صرف الدولار إلى أكثر من 160 ألف دينار تسمى الكتلة رئيس الهلالي اتهمت بعض المصارف الأهلية والتجار بدعم من بعض الأحزاب السياسية بتهريب العمولة الأجنبية إلى الخارج عبر المنافذ غير رسمية مشيرة إلى انهيار العمولة قد يدفع العراق بأن يكون شبيها للوضع الاقتصادي في إيران ولبنان وطلبت الهلالي رئيس الحكومة محمد شياع السوداني باتخاذ إجراءات صارمة بحق المصارف والمنافذ الألكترونية لعادة سعر الصرف إلى وضعه الطبيعية هذا وسجل تسعر صرف الدولار ارتفاعا أمام الدينار العراقي مع اقفال البرصة الرئيسية في بغداد وقال مراسلنا أن برصة الكفاح المركزية أقفلت في العاصمة على 157.600 دينار عراقي مقابل 100 دولار فيما أشار لأن سعار البيع وشراء في محل الصيرفة بالأسواق المحلية في العاصمة ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 158.000 دينار بينما بلغ تسعر شراء 157.000 دينار لكل 100 دولار لا حلول قريبة المدى أو متوسطة للسيطرة على ما يحصل من انهيار للعملة الوطنية مقابل الدولار محافظ البنك المركزي يلتزم الصمت ومطالبات بإقالته من المنصب حينما يكون الشخص المناسب في المكان غير المناسب فاعلم ان المشكلات سوف تتداعى وليس محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ببعيد عن هذه التداعيات فمنذ تسن من رجل منصبه لا ينفك الدولار يرتفع واضعا الدنار العراقي العريق والذي كان يعادل نحو 4 دولارات قبل عقود في القاعة ليس بعيدا ان يصل الدولار عتبة 1460 دينارا بارتفاعا تاريخيا في بلد غني بموارده كالعراق والسبب اصطع من الشمس يتمثل بالسياسات الاقتصادية الخاطئة ولا سيما من البنك المركزي وربما من الحكومة التي لم توضح الاسباب او تصارح الشعب المطالبات الشعبية والبرلمانية تتوالى بعقد جلسة طارئة بخصوص سعر الصرف الذي يدفع ثمن تغييره السواد الاعظم من الشعب العراقي لجنة النزاهة في مجلس النواب توعدت باستضافة المحافظة الذي يرفض التحدث للاعلام او توضيح حقيقة ما يجري من تدهور الاقتصادي وركود في السوق سببه ارتفاع سعر الدولار حيث اقتصرت ردود البنك حيال هذه الكارثة الاقتصادية على التطمينات فقط دون وضع حلول جذرية تعالج هذا الامر اما المستفيدون من هذا الصعود فهم المضاربون في سوق العملة الذين يحتاشون على تأثر المواطنين بالاشاعات ولجوئهم الى بيع ما بحوزتهم من دولار على امل تحقيق الارباح بعد تخفيض قيمة الدولار بالبلاد وما بين الوعود المحسولة بارجاع سعر الصرف الى سابق عهده واخفاق محافظ البنك المركزي في السيطرة على هذا الملف يدفع العراقيون ثمانا باهضا نتيجة ذلك فمعظم الاسواق غدت خالية من المتبضعين والركود خيم عليها مصطفى حسن الرابعة مشاهدين الكرام أما الآن هذه الانتقال الى السوديو الأخبار مع المحلل السياسي السيد موجه شعاتميمي أهلا بك سيد أهلا بك سيد سيد موجه شعاتميمي يعني يبدو ان الاجراءات الحكومية والمصرفية بموضوع صرف الدولار لم تجد حلول او لم تستطع السيطرة على موضوع صعود الدولار برأي حضرتك ما هي او كيف نطالب حكومة السوداني لإرجاع سعر صرف الدولار الى الطبيعي نعم شكرا جزيلا سيد شمس وتحية لكم ولجمهوركم الكريم شكرا لك بالتأكيد هذه القضية هي قضية للأسف الشلي هي قضية مانية بالدرجة الأساس لكن هناك يعني جوانب سياسية في هذه الأزمة هي الأزمة ليست في الجديدة هناك تهديدات منذ فترة طويلة منذ زمن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترام للعراق بأن وجود هناك غسيل أموال كبير بالنسبة للحوالات وبالنسبة لنشاط العملة في العراق للأسف لم يتم أخذ بنظر الاعتبار كل هذه التهديدات بالنهاية الدولار هو عملة الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة هي يعني الحامي بالنسبة الآن للأموال العراقية لأن هناك دعاوة قد حسمت على العراق وهذه الدعاوة إذا ما تم رفع الحماية من قبل الولايات المتحدة وتم تفيذ هذه الدعاوة فإن العراق يعني متغلب بدفع بحدود 240 مليار دولار وهذه مبالغ كبير ربما تؤدي إلى انهيار الأوضاع في العراق لكن عموما رئيس الوزراء يدرك خطورة هذا الموضوع وهذا الموضوع هو مالي لندع المحافظة البنكي المركزي والبنك المركزي يتخذ إجراءاته هذه الإجراءات ليست بسهلة الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على أربع مصارف وأيضا عقوبات على حوالات بأموال كبيرة هذه الحوالات وهذه الأموال بالنهاية أثرت بالمعروض بالنسبة للعملة الموجودة في السوق العراقي العراق يوميا كانت تضخله بين 150 إلى 200 بالضبط تقريبا مليون دولار الآن خفضها هذا المعروض وهناك من يتحدث على أن هناك ما فيها تقوم بشراء العملة نتيجة للضغوط وهي القضية ليست مرتبطة للعراق أيضا أستاذ مجوش نعم بالحديث عن الدول المجاورة هناك تحذيرات تقول بأن الوضع الاقتصادي أنه يصل كما الحال في لبنان وأيضا إيران طيب برأي حضرتك هل الموضوع خطر إلى هذه الدرجة؟ نعم بالتأكيد هو خطورة هذا الموضوع أنه ربما يكون تبعات لهذا الارتفاع في أسعار الدولار مقابل الدينار يعني تبعات على المستوى الشارع العراقي وهو بالتأكيد سيكون له عواقب ولكن نتيجة لضخ الدول العراقي من خلال السلة الغذائية لاحظنا أنه في الأيام الماضية أصدر البنك الدولي يعني مؤشرات بالنسبة للتضخم في دول كبيرة من دول العالم بما فيها دول ربما هي من ضمن العشرين دول الكبرى في العالم فيها نسب تضخم لكن لغاية الآن الحمد لله نتيجة لضخ الدول العراقية ورؤية من قبل رئيس الوزراء بضخ أكثر من وجبة من خلال هذا العام يعني هذا العام عادت سلة الغذائية إلى نحو 12 سلة غذائية في الشهر هذا أحد من ارتباع الأسعار الموضوع الغذائية ولكن بالمستقبل ستكون لهذه الموضوع يعني تبعات لكن يعني القضية ليست بيد الحكومة العراقية لوحدها إضافة إلى أن هناك ضغوط تمارس ضغوط سياسية تمارس على رئيس الوزراء ضغوط كبيرة هناك من يدفع رئيس الوزراء إلى اتخاذ إجراءات أعدائية مع الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس الوزراء يدرك أنه ليس من مصلحة العراق أن نذهب إلى تعامل مع الولايات المتحدة تعاملا بالند باعتبار أن الولايات المتحدة هي من فرضة أقوبات على مصارف عراقية وهذه المصارف معروفة مسبقا بأنها تساهم في تهريب العملة لهذا أنا أعتقد أنه للأسف الشديد هناك ضغوط على المستوى الإعلامي على المستوى الشعبي على المستوى السياسي على رئيس الوزراء وإذا ما استمر ارتباع هذه الأسعار فستكون هناك تبعات حتى على مستوى المستثمر داخل العراق طيب يعني في كل هذا الموضوع أين محافظة البنك المركزي من ذلك يعني دولار على وشك الوصول حاجز 160 ألف لكل مئة دولار طيب يعني هناك آراء نيابية تقول أن المحافظة البنك المركزي عاجز كليا عن إيجاد حلول سيد مجاشر لا يعني مثل ما قلت لحضرتك يعني القضية هي ليست قضية عراقية بالدرجة الأساس يعني هي قضية بالنتيجة البنك الفدرالي الأمريكي فرض عقوبات طيب تم تقليل نسبة المعروض في السوق العراقي وهناك مافيات هناك من يتحدث عن وجود مافيات تقوم بشراء هذه العملة لتهريبة خارج العراق معلوم أن هناك أزمة وارتفاع كبير يعني انخفاض كبير في قيمة الريالي الإيراني تومان وحتى اللير التركية والجنيه المصري هذه كلها عوامل ربما تؤدي بجهات تقوم بشراء هذه العملة لتهريبة لهذا قل المعروض بشكل كبير الرئيس أنا أعتقد أنه محافظة البنك المركزي يحاول قدر المستطاع تلافي هذه الأزمة هذا يتم من خلال تنسيق مع البنك الفدرالي الأمريكي وهناك لقاءات أكثر من لقاء جرى داخل البنك المركزي وحتى مع رئيس مجلس الوزراء بخصوص معالجة هذه الإشكالية لأن الولايات المتحدة الأمريكية فيما يبدو أنها حازمة هذه المرة باتخاذ العقوبات لأن المعلوم أن هناك أممال كبيرة قد هربت من العراق نتيجة الحوالات وغير الحوالات وهذه العملة ربما هربت لدول لديها خلافات ومحسوبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ضمن محور الشرق والمقصود بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية فالقضية أصبحت باتت معقدة سياسية نعم بالضبط وهناك فيها جوانب سياسية هناك بعض الجهات السياسية تضغط على رئيس الوزراء على البنك المركزي من أجل اتخاذ إجراءات لكن البنك المركزي يدرك خطورة مثل ما قلت الحضر تيش أن هناك دعاوة قد حسمت ضد العراق نتيجة دعاوة رفعت من قبل الشركات من قبل المؤسسات دولية وقد حسمت المحاكم الدولية وربما إذا الولايات المتحدة الأمريكية لم ترى هناك استجابة من قبل البنك المركزي ومن قبل الحكومة العراقية ستتخذ إجراءات على الأقل بإجراء بسيط ربما سينهار الوضع لأننا نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الماضية فرضت عقوبات على روسيا وروسيا لا تقارن مع القوى الاقتصادية العراقية ولكن روسيا بالنهاية تضرر التضرر الكبير لهذا الموضوع أن أملوشة نظري ممكن قابل للحل إذا ما تركها طبعا رئيس الوزراء والبنك المركزي يعني معالجة هذه الكالية بالتأكيد نتمنى ذلك المحل السياسي سيد مشاجع التميمي شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك أعلنت وزارة النفط أن إرادة بيع الخام خلال الشهر الماضي تجاوز ثمانية مليارات دولار الوزارة في بيان قالت أن مجموعة الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ سبعة وتسعين مليونا ومائتين وأربعة آلاف وستمائة وست وتسعين برميلا مشيرة لأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ نحو 82 دولار أكد وزير النفط حيان عبدالغني على أهمية إدامة وزيادة الإنتاج من حقل الرميلة النفطي لمساهمته الكبيرة في الإنتاج الوطني من النفط الخام وقال عبدالغني حقل الرميلة يعد من أكبر الحقول النفطية المنتجة في العراق إذ يبلغ إنتاجه الحالي مليون واربعمائة ألف برميل باليوم مشيرا إلى أن وزارته تخطط لزيادة ورفع الطاقة الإنتاجية للحقل إلى معدل مليون وسبعمائة ألف برميل باليوم خلال الفترة المقبلة قانون سلم الرواتب الحلم الذي بات يروض الموظفة ذات المرتبة القليل يبدون من الصعوب إكماله رغم الوعودة أما الأسباب فمتعددة ما بين رهاب خفاض أسعار النفطة واعتراض الدرجات الخاصة بين المطالبات بإدراجه مع الموازنة ومخاوف استنزافه أمواله قانون سلم الرواتب لا زال يشغل شريحة الموظفين في البلاد ففي حين يعد ضرورة ملحة لتحقيق العدالة وخفض نسب التفاوت يراه آخرون خطرا أن تعرضت البلاد لانتكاسة اقتصادية متمثلة بانخفاض أسعار النفط هناك رواتب بالملايين وهناك رواتب بالفلسان لا يوجد مقارنة وهناك منافع ربما تحت عنوان نثرية تحت عنوان سفر تحت عنوان صرفيات وهناك ناس مسحوقة أنا أعرف على سبيل المثال كرواتب الضمان الاجتماعي 400 ألف 300 ألف وهو خدم الدولة 40 سنة ومن خدم الدولة 6 أشهر حتى سنماكو وأقل 6 أشهر يأخذ ملايين من 6 إلى 8 مليون هذا التفاوت هذا عدم توزيع العدالة عدم تنظيم الرواتب هناك وزارات وارداتها كبيرة واختلاف كبير بين الراتب الإسمي لهذه الوزارات وغيرها من الوزارات الخدمية التي ليست فيها موارد وبالتالي مسألة المساواة بين هذه الوزارات يشكل عبءا كبيرا ولا يمكن للحكومة حقيقة أن تتحمل زيادة باعتبار أنه سوف يتم زيادة الرواتب القليلة من غير المعقول أن يتم خفض تلك الرواتب الكبيرة خصوصا في وزارة النفط ووزارة الكهرباء رواتبها أكثر من غيرها وأعتقد سوف يكون هناك عبان آخر على الموازنة تقنين رواتب الدرجات الخاصة وغيرهم من الموظفين الذين يتقاضون مرتبات شهرية مبالغا فيها قد يكون أحد الحلول لإعادة التوزيع وخفض الفروقات الكبيرة وتحقيق نوع من العدالة حقيقة السلم الرواتب هو هذا تحدي كبير للحكومة العراقية لأن هناك تعرف تفاوت بالمستوى المعيشي تفاوت برواتب الموظفين موظفي الدول العراقية ضرورة أن يحصل هناك متابعة لهذا الموضوع لأن هذا الموضوع يمس حاجة المواطن العراقي بالمباشر ذكرت بعض المصادر الحكومية أن الحكومة عازمة على تعديل هذا السلم أن هذا السلم أصبح من باب إنصاف الكثير من قطاع الموظفين الذي يعاني التفاوت ما بين الرواتب فلا بد أن تعمل الحكم على هذا التعديل الجديد الذي غرض أنها قضية على التفاوت بين الموظفين ومن مبدأ العدالة الاجتماعية بين قطاعة الشعب العراقي إجراء التعديلات برواتب الموظفين وتحقيق المستويات المتقاربة مع ضمان الاستحقاق وفق الشهادة وسنوات العمل سيحقق العدالة ويقلل من التفاوت الطبقي الكبير من بغداد حيدر صيف قناة الرابعة أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية تابعة لوزارة العمل وشؤون الاجتماعية القبضة عن شبكة ابتزاز تقودها نساء في منطقة أبو غريب بغداد وقال الرئيس الهيئة أحمد الموسوي في بيان أن هذه الشبكة مكونة من امرأتين ورجلين ينتحلون صفة باحتين اجتماعيين ويتقاضون مبالغ مالية وبوصل مزيف مؤكدة أن هذه الشبكة تعمل على خداع المواطنين بذريعة شمولهم في إعانة الحماية الاجتماعية ليس ارتفاع الدولار أو الخلافات السياسية أو المشكلات الاقتصادية وسوها من تتلاعب بجيوب العراقيين فحسب بل وصل الأمر إلى النصب عبر شركات بمواقع وهمية وأرقام هواتف غير قانونية لتكون النتيجة كما في هذا التقرير تطلب هاتفا يصلك مشطل الشعر السليب جديدة لنصب والاحتيال تقدمه على شكل عروض في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر بيجات خاصة تمتهن طريقة خدع المواطنين عند عملية شراء الحاجات التي تعرض بأثمان بخسة المشكلة ليست بالسعر وإنما ما ينشر على هذه المنصات يختلف جذريا عن الذي يصل للزبون مرة هذه الحالة صارت ويا أخويا طبعا لهذا البيج أنه قل لهذا الموبايل آيفون العفوم سيلفن وكامل من السوق الحر ومن السوق الأوروبي من فتحها الله وكيلك لقبي يعني مثل المجلط أو ما أدج لقبي يعني طريقة النصب والاحتيال على المواطن المواطن اليوم يشوف يصدق بهذه الحالة مع الأسف زين أنه تكثر هاي البيجات بالمواقع التواصل الاجتماعي قاعدة تكثر هاي البيجات ضحايا هذا الاحتيال يتحدثون عن تفاصيل تتعلق بانجذابهم من أول مشاهدة لما تعرضه الصفحات الإلكترونية من حاجات ثمينة وهواتف النقال المتطورة وإكسسوارات وعلب اليانصيب وبعد عملية الحجز ودفع الأموال تكون المفاجأة بأن الطلب وغلافه الخارجي لا يشبه السلعة تماما التي أرادها المشتري يغرون بغراءات وجهية أو معروضة أن هناك مواقع ثمينة وهي أقل من أسعارها ولهذا المواطن يتمنى أنه يعني يأخذ الطمع أو يأخذ التمني للحاجة الثمينة للأسف هي تطلع بعكس الموجود أو سلعة رديئة هذه الألاعب بدأت أخيرا تظهر بغزارة على مواقع التواصل الاجتماعي بل تحولت إلى تجارة يترأسها وهميون وبأرقام هواتف غير أصولية النصب والإحتيال هذا يقع به آلاف الضحايا يوميا نتيجة طرق الإغراء الشرائية المتنوعة التي تجدها الصفحات المختصة بهذا البيع أحمد ليث بغداد الرابعة مشاهدين الكرام نتابع هذا الموضوع مع الخبير القانوني الدكتور حسين المولى الذي ينضم معنا عبر سكايبنا النجف الأشرف أهل بك سيد حسين شكرا حضرتك أستاذ شامس مساء الخير عليكم جميعا وعلى جميع سيدات وصعدة مشاهدين شكرا إليك سيد حسين المواقع وأيضا البيجات الألكترونية زادت كما تعلم بصورة كبيرة وواسعة على المستوى العراق طيب ما هو السبب برأي حضرتك تفضل شكرا إليك مرة أخرى الصراحة هي موضوع أنه اليوم نتكلم عن ثقافة جديدة عن حقوق جديدة اللي هي الحقوق الرقامية من حق أي شخص يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي إنشاء مجموعة أو إنشاء قروبات خاصة به أو إنشاء صفحات ولكن للأسف إحنا ما لاحظناه سواء كان في العراق أو في العديد من الدول أنه إساءة استخدام هذه المواقع وإساءة استخدام هذه الصفحات مما أثر سلبا على أنه الكثير من ظهرت العديد من الأفعال التي تشكل بحذة جريمة ظهرت بانتشار هذه المنصات بما توفرهم الخدمات بما توفرهم من وسائل بما توفرهم الرفاهية اليوم موجودة طيب سيد حسيني يعني كيف يمكن للمواطن البسيط أن يحصن نفسه وعائلته من هذه عمليات عمليات النصب التي تقوم بها تلك البيجات الصراحة اليوم يعني نحن لازم نوضح نقطة كلش مهمة نحن الثقافة الرقمية تقريبا معدومة عندنا ليس كمجتمع عراقل يعني كمجتمع عربي صراحة لأن هذه المنصات دخلت إلينا حديثا اليوم موضوع التجارة الإلكترونية هو من أكثر السلع أو من أكثر الخدمات شيوعا في العالم خاصة في ظل بعد ما ظهرت جائحة كورونا تجه العالم إلى التحول الرقمي في التجارة الإلكترونية كيفية التحصين صراحة نحن في ظل غياب وإنعدام القوانين التنظيمية في العراق والعديد من الدول العربية نحتاج إلى إعادة تنظيم كيف نحصل نفسنا أنه صراحة المواطن يجب أن لا يتخبئ أي صفحة يجب أن يركز على الإعلان يجب أن يتأكد منها أن هذه الصفحات أنه تابعة إلى شركة أو تابعة إلى محل أو تابعة إلى شخص عن طريق مثلا أنه تعرفون حضراتكم العديد من الصفحات اليوم توفر أنه طريقة أنه إبداء الآراء خاصة في الجوجل موجود أن الأشخاص أبدأوا آراءهم بهذه المنصة وأبدأوا آراءهم بهذه المكان طيب طيب أين دور أو الدور الرقابي عن تلك المواقع لتتحرك يعني الدور القضائي لماذا لا نرى دور قضاء اتجاه من هي طيب عن تجاه هذا الموضوع وإيضا من هي الجهة المسؤولة عن متابعتها ومحاسبة هذه البيجات الصراحة في العراق لدينا قانون اسم قانون حماية المستهلك هو رقم واحد لسنة 2010 هذا القانون جاء في طياته العديد من الأشياء المهمة صراحة وعديد من المواطنين يعني نغفل اتجاه هذه المحضورات التي أشار إلى هذا القانون من ضمن المحضورات التي أشار إلى هذا القانون هو قبل المحضورات هو أنشأ هذا القانون أنشأ مجلس حماية المستهلك وهذا المجلس تُعهد له مهمة وضع السياسات برامج العمل الكفيلة الخاصة بحماية المستهلك وحقوقها الصراحة هذا المجلس من ضمن أهم النقاط التي أشار إلىها القانون تفعيله الصراحة نحتاج جهد كبير من قبل المشرع العراقي والجهات الرقابية للنظر بهذا الجهاز وجوده بمتابعة إلى الإعلانات التي تظهر متابعة المنصات متابعة الشركات خاصة نعرف اليوم إحنا الإعلانات كثير من عدها مضللة وكما جاء في تقريركم أن الشخص يطلب شيء ويصل إليه شيء آخر لذلك هذا القانون أشار أنه يجب أن تكون هناك لجان تفتيشية هذه اللجان تُعهد لها مهمة وضع تقرير كامل مفصل عن هذه الإعلانات أو عن هذه المؤسسات طيب دكتور حسين أنت كخبير قانوني ما هي العقوبة القانونية التي نص عليها قانون العقوبات العراقي بمثل هكذا عمليات نصب واحتيال الصراحة نحن مبدأ قانوني أنه القوانين الخاصة هي تقيد القوانين العامة صح قانون العقوبات العراقي في مادة 456 و57 أشار إلى مجموعة من الأفعال التي تشكل عملية احتيال ولكن لما نرجع إلى هذا الموضوع نرجع إلى قانون قانون حماية المستهلك رقم واحد لسنة 2010 أشار إلى مجموعة من العقوبات الخاصة بموضوع التضليل والغش في موضوع التجارة فمن ضمن العقوبات التي هي عقوبة الحبس التي لا تزيد عن ثلاث أشهر والغرامة أيضا أو ممكن تكون واحدة من العقوبات نعم الخبير القانوني الدكتور حسين المولى كنت معنا شكرا لحذرتك موسيقى 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 تتابعون فيها الجفاف يهجر أهالي قضاء سيد دخيل في ذيقار وطريق الشومل في وسط يحصد أرواح المواطنين موسيقى 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 أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية استخدام ثلاثة محافظين سابقين للديوانية وبابل أذكر بيان للهيئة أن استخدام محافظة ديوانية السابق جاء بسبب قيام المحافظ بالتوقيع على عقد تجاري بالرغم من المخالفات الموجودة فيه لافتا لأن محكمة تحقيق الحل المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمرا باستخدام محافظي بابل الأسبقين لقيمهما عمدا بارتكاب ما يخالف واجباتهم الوظيفية قرر مدير عام هيئة الجمارك شاكر الزبيدي سحبيدي مدير جمارك تريبيل والست موظفين آخرين الزبيدي بحسب وثيقة قرر سحب يد مدير جمارك تريبيل وموظفي الكشف ومدير جمارك المجمع التصديري ولجان الكشف وحالتهم على التحقيق كما أوصى الزبيدي باتخاذ الإجراءات القانونية على موظف السونر التابع لهيئة المنافذ الحضورية لتقصيرهم في عملهم وبالتزام مع ذلك خرجت تظاهرة حاشدة لمحاضر مدينة الصدر شرقي بغداد للمطالبة بتثبيتهم وقال مرسل الرابع أن المئات من محاضري مدينة الصدر خرجوا بتظاهرة أمام بوابة المنطقة الخضراء للمطالبة بإنصافهم من قبل وزارة التربية ومحافظة بغداد بعد عدم شمولهم ضمن قوائم المحافظة الخاصة بتثبيت المحاضرين لافتا لأن المحاضرين قد أعلنوا مقاطعتهم للدوام حتى الاستجابة وإدراج أسمائهم ضمن القوائم المرفوعة من قبل المحافظ إلى التربية ومجلس البزراء تعددت الاعتصامات والتظاهرات وتعددت معها المطالب في عموم المحافظات الأمر الذي أثر على أداء المؤسسات الحكومية وتوقف قطاعات خدمية مهمة تشهد المحافظات العراقية اعتصامات مفتوحة لفئات وشرائح تشكل نسبة غير قليلة من المجتمع العراقي يطالبون بالتعين ومنهم تم شمولهم بالقرار 315 مطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم إن شاء الله نحن أصلا باقين ونباقين لحد الآن بالساحة وما ننسحب حد ما أول نقطة يثبتون رواتبنا حال نحال الموظفين أي أول نقطة يوم الثالث على التوالي يعني مفترشين للأرض ونطالبوا بحقوقنا كعقود أنا بالنسبة لي مهندسة رانية عقل ثالث السنوات ببلدية النجف هذه الاعتصامات أثرت بشكل أو بآخر في إداء المؤسسات الحكومية خصوصا تلك التي تقدم خدماتها للمواطنين الأمر الذي يسهم في تراجع الخدمات أولا نثبت نقطة مهمة أنه ذول الطالعين مظاهرات هم أولادنا وأخواننا وأصدقائنا وعدهم حقوق إن شاء الله الحقوق تأخذ بطرق سلمية بطرق الحضارية والثقافية يعني نحن كدائر الصحة بهذا الخصوص بهذا الموضوع رفعنا طلبات أكثر من مرة إلى المحافظة ومن المحافظة عن طريق المحافظة إلى الوزارة المالية بس نخلي بباننا أنه أكو بعض المؤسسات إلها خصوصية الصحة إلها خصوصية قاعدت الداخل ويتقديم الخدمة للمريض المريض هذا أبوك وأبويا وأخوك وأخويا وابن أمي وابن أمك ما المفروض أنه على مود مصلحة خاصة أنا أتجاوز على المصلحة العامة وأترك عملي وأطلع بشكل مفتوح توقف الكثير من القطاعات الخدمية المهمة ولد حالة من التدمر لدى المواطنين الذين طالبوا بضرورة تقديم المصالح العامة على المصالح الفردية الحالة صارت صعبة الشوارع انترسلت نفايات بالنسبة للمستشفيات باب المدارس وهذه اثرت على المواطن بصورة عامة متأثر بها المواطن فأحنا يعريت مثلا يساونا بصورة حيل للدول العقود بالبلدية بالصحة بالتعليم ويخلصونا من هذه المشكلة وتبقى مطالب المحتصمين من المطالبات المهمة التي يجب أن تنظر إليها الجهات الحكومية المختصة بشكل جاد كونهم يشكلون نسبة غير قليلة من الفئات المحرومة رغم أهمية توفير فرص عمد للشباب إلا أن المصالح العامة تبقى هي العليا في توفير الخدمات وتنفيذ المشاريع المهمة للمواطنين والتي قد تتأثر بأي ظرف استثنائي تحسين الشيخ الرابع النجف الأشرف بشرت الملاكات الهندسية والفنية التابعة لمديرية الموارد المائية في محافظة الديوانية بتنفيذ حملة لتنظيف وصيانة جدولي الجوعان والفوار وقال مدير الموارد مسافر مطلب أن الحملة ستتولى تنظيف التساربات الطينية والعوالق المختلفة لإصال المياه إلى دنائب الجدول لافتان إلى أن الملاكات بشرت بعمال صب القاعدة الأساسية لتنصيب محطة ضخ جدول الفوار الرئيسي وإن العمل مستمر لإنجازه وفق التوقيتات المعدة من قبل المديرية يشكو قضى سيد دخيل في ذيقار من الجفاف الأمر الذي أدى إلى هجرة الأهالي الذين يعتمدون بصورة أساسية على الزراعة في الحصول على لقمة عيشهم أزمة المياه هذه لن تكون الأولى لكن هذه المرة تحولت إنعكاساتها إلى تدهور الزراعة فيها تحذيرات ضاعت الكثير من المسؤولين والحكومة المحلية بالتدخل العاجل لحل أزمة المياه وإنقاذ الثروة الحيوانية والأراضي الزراعية من الجفاف أهلا بعد نطالب ومزارة الموارد المائية في حل مشكلة المياه في قضاء سيد دخيل يعني صارت مشاكل وضجت العالم فأحنا ليشت ضجها أن تطلع لجان مختصة من قبل مزارة الموارد المائية أن نسوي لجان مختصة وطلع لهذا القضاء ولهذا الحي ونسوي لحلول الماء راح هذه المناطق جفت وأكثر المناطق هاجرت من قلة المياه حلالها مات والمناطق أكثرها من ناحية الماء أصبحت لعدها مشاكل لا يبعد كثيرا عن مركز محافظة ذيقار قضاء سيد دخيل المدينة التي رسم بها العطش مسارات من الألم والعتاب وتفاصيل موجعة أخرى فالنهر الوحيد فيها هو نهاية نهر الغراف لكن شح بمائه رغم كل المطالبات وزادت المعاناة بلا حلول على مدى سنوات طويلة ما زال يعاني من أزمة شحة المياه والتي تداعياتها للأسف أضرت كثيرا بالسكان المحليين وكذلك التر والحيوانية والزراع تبقى مشكلة شح المياه التي تعاني منها القضاء أزمة حقيقية أجبرت العوائل على الهجرة والبحث عن مكان آخر لتوفير سوء للعيش بالإضافة إلى أنها أفقدت الأراضي الزراعية خصوبتها وأصبحت أرضا قاحلة تنتظر من يعيد إليها الحياة عمل الإطلاقات المائية والشحة المائية وتوفير المياه هو مختصاص الحكومة الاتحاد وزادة الموارد المائية حقيقة الشحة المائية ليست فقط في مناطق السيدخيل وإنما تقريبا مناطق الدوائل الغراف سيدخيل الإصلاح يعني عمود الغراف كله جاء يتأثر موضوع الشحة المائية ليست بجدية أن تحل مشكلة الجفاف وشحة المياه في قضاء سيد دخيل فهي لا طالما عاشت على هذه المشكلة لفترات طويلة إلا أنها تأمل أن تحل هذه المشكلة قريبا وأن تضع الحكومة حلولها عاجلة من ذقار نور صادق قرأة الرابعة الفضائية رغم إدراجه ضمن مشاريع الأعمار منذ سنوات لا يزال الطريق الشوملي الذي يربط وسط بكربلاء المقدسة والنجف الأشرف يشكو الإهمال والتلكم هو الطريق الوحيد الذي يربط وسط وما يقع جنوبها بمحافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف التي يقصدها الآلاف بشكل يومي إلا أن حاله لا يتوافق مع أهميته فطريق الشوملي المملوء بالتكسرات وبعض المطبات وضعت أمامه سكراب من المجمدات القديمة لتنبيه السائقين وكأنه قد نفذت الإشارات التحذيرية المعروفة هذا الطريق عانى ما عانى ومنذ سنوات تعاقبة الحكومات المركزية وماكو أي اهتمام الطريق هو من مسؤوليات وزارة البلديات والإسكان والطرق العامة للأسف ماكو أي اهتمام به هذا الطريق حقيقي هو واجهة بلد وليس واجهة محافظة فقط ما معقول أنه شارع التمصيانة ما تيخلي علامات مرورية ثلاجات أو مجمدات للأسف يعني ما عرف شنو المحافظة ما تقدر تأمن إشارات مرورية أو على الدولة مثلا هذا الشي صعوب ما يؤدي هذا الإزهاق لأرواح مديرية الطرق والجسور في وسط عربت عن خيبة أمل منيت بها من وزارة الإعمار والإسكان فكثرة المخاطبات لم ترد منها إجابة رغم إدراج الطريق في المشاريع الحديثة على مر سنوات لأكثر من مرات واصلنا مع سيدة وزيرة الإعمار والإسكان وأيضا مع سيد مدير دارة الطرق والجسور بخصوص هذا الطريق الطريق مثل ما تفضلت حضرتك هو واجهة وطريق مهم جدا لأنه طريق يربط قلني يربط محافظة واسط بمحافظات الفرات الأوسط والمحافظات التي فيها الأماكن المقدسة وطريق يسلكه الزائرين بشكل كبير جدا وهو طريق مضرر جدا ويحتاج لمبالغ كبيرة ويعاني سالكو هذا الطريق من كثرة الحوادث واستلاك عجلاتهم المتسارعة بفعل ما يحتويه من خراب ويتساءل مواطنون عن حجم الأموال التي تجبى من أصحاب المركبات بغية صيانة الطرق الخارجية في المحافظة إلا أن طرق واصل جميعها تعاني الإهمال والاندثار من المحافظة ذاتها سجاد العطية الرابعة وفي ملف خليج خمسة وعشرين شدد رئيس الوزر محمد شيع السوداني على أهمية بطولة خليج خمسة وعشرين ورمزيتها لدى العراقين والأشقاء المشاركين السوداني خلال استقباله سفر دول مجلس التعاون لدول الخليج والسفير اليمن لدى العراق أكد أن البطولة تمثل مناسبة لقاء الأخوة على أرض العراق من جانبهم أكد السفراء دعم بلدانهم لإنجاح خليج خمسة وعشرين في العراق حل الفريق الأول لكرة القدم بناد الكويت الكويتي ضيفا على فريق الميناء في مباراة ودية بمناسبة افتتاح ملعب الميناء الدولي بالبصرة والذي يحتضن مباراة المجموعة الثانية في خليج خمسة وعشرين إدارة الميناء أنجزت جميع الجوانب الإدارية والأمور اللوجستية لإقامة هذه المباراة الاحتفالية أمام الأبيض الكويتي الذي وصل مساء أمس إلى البصرة من طريق البر بوفد ترأسه رئيس النادي وأضم أعضاء الأجهزة الإدارية والفنية والطبية بالإضافة إلى تسعة عشر لاعبا المباراة انطلقت في الساعة الثامنة مساء بتوقيت العاصمة بغداد ولا تزال جارية لغاية الأمنة بمناسبة ولادة المسيح وبدء السنة الميلادية الجديدة يحيي المسيحيون في بابل عيد القداس شهد الاحتفال مشاركة الطوائف الأخرى في صورة تجسد روح التآخي بين أبناء المحافظة ما بين بعد المسافة بين بغداد وبابل يأتي رائي كنيسة مريم العذراء البابا فراس تبدأ مراسيم الاحتفال بعيد القداس هنا يبدأ توافد الأهالي من مختلف الطوائف إلى الكنيسة لا فرق بين ديانة وأخرى فالكل هنا يحتفلون بولادة المسيح وبدء السنة الميلادية الجديدة في مشهد يجسد روح التآخي والتعاون ما بين أطياف الشعب العراقي فأكيد أنا من أجي من بغداد إلى الحلة ما أجي الخاطر هالعوائل أنا أجي الخاطر أهل الحلة لأن اليوم أهل الحلة هم تديهم لون الكنيسة هذه علامة للوفاء علامة للأخوة علامة للمحبة وهذا الشيء نشرب بي يعني يخليك دائما تحس أنت بعدك بالعراقية ما لك تعيش عراقيتك والناس الطيبة هذا الشيء كل الشيء حلو فهذا يعني مثلا أعيادنا إذا أعيادنا إذا أعيادكم كنا نشارك سوية إيد وحدة قلب واحد محبة وحدة الاحتفال هنا كان كبيرا فلم يتبقى مكان في الكنيسة إلا وقد أجريت فيه مراسيم الاحتفال حيث شهد حضور القوات الأمنية لمشاركة الطائفة المسيحية أفراحهم إضافة إلى واجباتهم في تأمين أماكن الاحتفال أشرف على الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحماية لكنيسة مريم العذراء لمشاركة هنة من الطائفة المسيحية أفراحهم لم تقتصر فقط الإجراءات الأمنية على تأمين الحماية بل شاركة القوات الأمنية أفراح أخواننا المسيحيين بلغة المسيح والإنجيل شلامة ألوخم ينادي أبناء الطائفة المسيحية جميع الطوائف في كنيسة مريم العذراء حيث لا فرق بين مسيحي وتركماني ومسلم في الاحتفال بإعياد رأس السنة الميلادية زيدي الشهي برابعة بابل ختم النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها مع ارتفاع الدولار لأرقام تاريخية تحذيرات من انهيار العملة الوطنية ومحافظ البنك المركزي يغط في سبات مخاوف خفاض أسعار النفطة تحول دون إكمال قانون سلم الرواتب ولا لعب مواقع التواصل تخدع المواطنين استنبر الاعتصامات يعطل عمل المؤسسات الحكومية في بعض المحافظات ومحاضر التربية يقاطعون الدوام حتى تثمتهم قبيل افتتاح خليج 25 ملعب الميناء الدولي يحتضن مباراة السفنة والأبيض الكويتي استعدادا لبطولة البصرة مشاهدنا الكرام للمزيد من الأخبار وإبداع الأراء والملحوظات حول نشرتنا يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الربع دو تيفي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب انستجرام تليجرام تويتر سنابشات وتيك توك ألا لقب اشتركوا في القناة